مقامة الانسولين من اهم المواضيع الصحية اللي لازم كلنا نفهمها لانه مرتبطة بشكل مباشر بتخزين الدهون في منطقة البطن وبروز الكرش والسمنة وكتير جدا من الامراض المزمنة زي مرض السكر ومرض الضغط وتقيس المبايد علشان نفهم موضوع مقامة الانسولين لازم نعرف العلاقة بين السكر والانسولين لما انت بتاكل اي مادة نشوية ميه مكان مصدرها زي السكر الابيض زي الرز زي العيش زي المقارونة زي الشفان زي البطاطا زي البطاطس بيتم هضمها في الجسم وكلها في الاخر بتتحول لمادة واحدة اسمها الجولوكوز او سكر الدم البنكرياس قاعد رائب من بعيد وظيفته اول لما سكر الدم يرتفع عن المعدل الطبيعي يفرز هو من خلايا اسمها خلايا بيتا في البنكرياس الانسولين الانسولين ايه وظيفته بقى الانسولين وظيفته انه يشيل السكر من الدم ينقله يدخلوا جوه الخلايا. هو بالزبط عامل زي المفتاح ده. يعني انسولين تخيلوا ان هو ده المفتاح. وده القفل اللي هو الخلايا. الانسولين بيدخل يفتح بالزبط كده يدخل يفتح باب الخلايا وقول له السكر اتفضل. يعني بيشيله من الدم يدخلوا جوه الخلايا. دي كله وظيفته. السكر بقى لما بيدخل جوه الخلايا بيستخدم انتاج الطاقة اللي انت عاوزها. اللي هي الحركة اللي انت عاوزها. مصدر الطاقة الرئيسي والمهم للجسم هو الجولوكوز او سكر الدم. المقاومة بتيجي ازاي? ان مع الوقت الافل ده بيخرب. الانسولين موجود يجي يفتح الافل مش عارف. يجي يفتح الافل مش عارف. هي دي اللي بنسميها مقاومة الانسولين. يعني الافل او الخلايا بتاعت الجسم ما بقتش بتستجيب للانسولين. حساسيتها قلت للانسولين. دي بنسميها مقاومة الانسولين. بتيجي منين بقى? يعني ايه اللي بيخلي الخلايا مش بتستجيب للانسولين بالرغم انه موجود بالفعل نتيجة السمنة بتاعتك ان انت الدهون بدأت تتراكم في جسمك نتيجة اكلك الغلط وكميات اكلك الزيادة فبيحصل عندك تراكم للدهون بتبتدي تقلل حساسية الخلايا دي للانسولين طيب البنكرياس بيعمل ايه في الوقت ده? البنكرياس شايف ان لسه سكر الدم عالي هو مش عارف ان فيه كمية انسولين زيادة في الدم يعني كمية الانسولين بالفعل موجودة في الدم قائمة والسكر موجود ولا الانسولين عارف يقوم بالضرق بتاعه الرئيسي اللي هو ياخد السكر من الدم يشيره يدخله جوه الخلايا عشان يستخدم الانتاج الطاقة والبنكرياس مش فهم الموضوع ده فبيظن ان ما فيش انسولين في الدم والسكر هو اللي موجود يقوم يفرز انسولين كمان بزيادة فيتكون المحصلة النهائية ان انا عندي سكر مرتفع وعندي انسولين مرتفع والموضوع يزداد سوق بقى بيزداد سوق ازاي? انت بتلف في دايرة مغلقة احنا قلنا ان السمنة هي اللي قصرت على الخلايا بتاعتك وهي اللي خلد يجي لك مقاومة انسولين. يعني الخلايا ما بقيتش تستجيب للانسولين. طب الانسولين في الحالة دي مش راضي عن الوضع. مش راضي عن ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير. يقوم هو ياخد يشير السكر من الدم يدخله في الخلايا الدهنية وحوالين الاعضاء. يحول السكر ده لدهون. يخزن السكر زيادة عندك ده لدهون. الدهون دي بتكون متخزنة حوالين الاعضاء الداخلية بتاعتك. وخاصة بتترقم كمان في منطقة الكرش والاجناب. الحيطة دي بتكون حساسة اكتر للانسولين. عشان كده الناس اللي عندها مقاومة انسولين بيكون عندهم الكرش وبرزو الكرش والدهون اللي حوالين الاعضاء الداخلية منتشرة بشكل كبير. زي ما اتفقنا الاكل الغلط ده بيكون اكل غلط لاما نوعا او كما. كما ان انت بتاكل كميات اكل كبيرة جدا فوق احتياج جسمك في بالتالي انت بتبتدي تخزن دهون. اتفقنا ان اي اكل فوق احتياج الجسم بتخزن على شكل دهون. فيؤدي بالتالي للسمنة. والسمنة هتقدي ان هيجي لك مقاومة انسولين وهتقلل حساسية او استجابة الخلايا للانسولين. نوعا اللي هو نوعية النشويات اللي انا بدخلها جسمي. اتفقنا فيه نوعين من النشويات. نشويات بنسميها نشويات ضرة ونشويات صحية او نشويات نفعة للجسم. النشويات الضرة اللي هي صريعة الامتصاص اللي اتفقنا عليها زي السكر الدقيق الابيض المكارونا جميع منتجات الامح والدقيق الرز الابيض الحلويات كلها باشكالها وانواحها طول ما انت بتاكل من الحاجات دي تبتمتص بسرعة وبترفع سكر الدم بسرعة وبتكون المحصرة النقيقة ارتفاع الانسولين بسرعة. قطرة افراز الانسولين ده بيقلل مع الوقت من استجابة الخلايا اللي بعد كده. الخلايا طول ما انت بتعرضها الكميات انسولين طول الوقت استجابتها بتقل او حسيتها بتقل اتجاه الانسولين. ولكن لو انت استهلاكك من النشويات النفعة او النشويات الصحية اللي هي مليانة الياف بتمتص ببطء ويتم هدمها ببطء. فبالتالي بترفع سكر الدم عندك بشكل معتادل طول اليوم بيكون عندك سبات في مستوى السكر وسبات في مستوى الانسولين. بتبتدي كده الخلايا حساسيتها. عندك مقامة انسولين انت بتحس بايه? اول حاجة طبعا زي ما قلنا ان انت بتترقم عندك الدهون في منطقة البطن والكرش بالخصوص. حتى لو انت وزنك العام مش كبير. يعني لو انت وزنك العام رفيع وكرشك هو اللي بارز واكيد بنلاحظ ناس عندهم الموضوع ده. ده بيكون نتيجة اكلك الغلط. اللي هو كله سكريات ونشويات بيضة صريعة الهضم والامتصاص. فزي ما قلنا كمية السكر بتزيد في الدم الانسولين بيروح يخزانها على شكل الدهون. وخاصة في منطقة الكرش والاجناب. بيجيلك خمول بعد الاكل على طول. يعني انت بتكون لسا واكد تحس ان انت جسمك تقيل تحس انك عايز تنام تحس بخمول تحس بارهاك ما عندكش طاقة انك تتحرك وتقوم تتحرك وتشتغل. ليه? لان انت مستفدتش بالاكل لدخل جسمك. زي ما قلنا انت بتاكل عشان اكل النشويات دي تحول لجولوكوز. الجولوكوز يدخل الخلايا يديك طاقة. بالفعل كل ده حصل مع ده الخطوة الاخيرة. ان الجولوكوز موجود او السكر موجود في الدم ولكن مش عارف يدخل الخلايا. والانسولين مش عارف يقوم بالدور الطبيعي بتاعه انه ده يفتح له الخلايا لان فيها مقاومة مش مستجيبة للانسولين. فبالتالي انت ما حصل لكش او ما دخلش جسمك مصدر طاقة. فبتحس بقى بالخورة. طبعا مع الوقت والاستمرار في موضوع مقاومة الانسولين وعدم علاجها وعدم تصبيت الاكل بتاعي وعدم الحركة بتاعتي باصاب الانسان بيصاب بمرض السكر اللي هو من النوع التاني. دايما تحس انك جعان وان انت مش شبعان مهما تكون واكل. ان انت زي ما قلت انت بتاكل ولكن مش حاسز انك اكلت. انت في الفعل اكلت والواجبة دخلت جسمك ولكن انت ما استفدتش بيها. فدايما هيكون عندك احساس مستمر بالجوع والرغبة في الاكل المستمر لا تتوقف. كمان بتصبر ارتفاع ضغط الدم لان الانسولين لما بيكون زيادة في الجسم طول الوقت بيعمل حاجة اسم واحتباس للصوديم والمية جوه الجسم. بيمنع خروج الصوديم من الكليتين وبيعاد متصصها تاني جوه الجسم. احتباس الصوديم او المالح مع المية بيرفع من ضغط الدم وبيرقم سوائل جوه الجسم. طبعا انسان بيصاب بتراكم الدهون السراسية حوالين الاعضاء الداخلية بتاعته خاصة من الكبد والبنكرياس فبيصاب الانسان اللي هو بنسميه مرض الكبد الدهني وتكون الاعضاء الداخلية كلها كفائتها بتتأثر مع الوقت نتيجة تراكم الدهون حوالين الاعضاء الداخلية. تراكم الدهون في الجسم ارتفاع السكر الكبير في الدم طول الوقت بيحول الكوليسترول للشكل الضار بتاعه. فانت عندك بتزيد كميات الكوليسترول الضارة او السيئة في جسمك. تكاسب مبايد من اشهر الامراض المرتبطة بموضوع مكاومة الانسولين وزيادة السكر والانسولين في الدم بصفة مستمرة طول الوقت. ودي طبعا هنعمل لها حلقة منفصلة هنشرحها فيها بالتفصيل. هيكون عندك صعوبة كبيرة جدا في نزول الوزن حتى لو انت عمل ترجيم. لان بيحصل مكاومة الانسولين زي ما اتفقنا معناها ان الانسولين عالي في الدم طول الوقت. والسكر عالي في الدم طول الوقت. وزي ما اتفقنا الانسولين مش بيزكت. الانسولين بياخد السكر يخزنه على شكل دهون. بياخد السكر الزيادة يخزنه على شكل دهون. وفي نفس الوقت وظيفة الانسولين اللي احنا قلنا عليها قبل كده هو بيمنع بيبقى واقف فضي جرد على الخلايا كده بيمنع عملية حرق الدهون بيمنع زحزاحة الدهون او حركتها من الخلايا انها تتحر وتستخدم كمصدر للطاقة. نبقى هو نفسه بيخزن دهون وهو نفسه بيمنع عملية حرق الدهون وعشان كده بيكون عندك صعوبة في نزول الوقت. دلوقتي عارفنا المشكلة عايزين نعرف حالها. حالي الموضوع هيجي من الشكل الاساسي منتنظيم الاكل بتاعي. نوعا وكمن. نوعا ان انا استخدم زي ما قلنا نشويات صحية ما بترفعش سكر الدم وبترفعش الانسولين بسرعة. كما ان انا اقل الكميات الاكل اللي بتدخل جسمي على مدار اليوم فبالتالي هبدأ احرق من الدهون المتخزن عندي. يعني بنعمل رجيم ولكن رجيم صحي معتدل. لما اقل الكميات الاكل اللي دخلها جسمي جسم هيبتدي يحرق من الدهون المتخزن عندي. لما انا ابتدي افق الدهون من المتخزن عندي هتبتدي حساسية الخلايا للانسولين تزيد. استجابتها للانسولين تزيد كده انا بعالج المشكلة بالفعل. مش عالج الاعراض بتاعتها عن طريق الادوية. كده انا عرفت فعلا اعالج المشكلة بشكل صحيح. تاني نقطة الرياضة وخاصة رياضة الاوزان او رياضة المقاومة اللي بنقول عليها. دي بتحسن بشكل كبير جدا من موضوع مقاومة الانسولين وبتزود من حساسية او استجابة الخلايا للانسولين. تالت نقطة الصيام المتقطع. من ضمن الحاجات اللي بتجيب نتائج هيلة جدا مع الناس موضوع الصيام المتقطع. لما بدي الجسم فترة كبيرة من الصيام اربعتاشر او ستاشر ساعة فبالتالي بخفض كميات السكر والانسولين في الدم بحافظ عليها بشكل سابت وشكل قليل جدا. فبتبتدي حساسية الخلايا تزيد ناحية الانسولين. ان شاء الله اكون قدرت اوضح لكم موضوع مقامة الانسولين بشكل مبسط وشكل سهل للناس اللي عندها اي استفسارات يريد تسألون. ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا عندنا في القناة علشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي هنزلها بازن الله. اعملوا شير الفيديو علشان الناس تستفيد بالفيديو والمعلومات اللي فيه لان الموضوع ده زي ما قلت من اخطر المواضيع الصحية اللي بتمس الناس كتيرة جدا. والسلام عليكم والله وبركاته.